بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق والاختلاف وذلك لأن التفرق والاختلاف يسببان مفاسد كثيرة يسببان التعادي بين الناس ويسببان قد يسببان إلى سفك الدمى ويسببان ضعف الأمة وأما الاجتماع على الحق فإنه هو القوة للأمة وهو الهيبة للأمة وأيضا لاختلاف يسبب التعادي والتباغض والاجتماع يسبب الألفة والمحبة بين المؤمنين قال الله جل وعلا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واختلافوا قال تعالى وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا إلى قوله تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ولأن الاختلاف أيضاً يسبب التعادي بين الناس والتباغب والإسلام يريد منا التعاون على البر والتقوى والسيادة المحبة بين المؤمنين لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم مطلوب من الأمة الاجتماع على الحق والتآلف والتعاون على البر والتقوى ولذلك شرع الله لنا الاجتماع لأداء الصلوات الخمس جماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيد، الاجتماع للحج والعمرة في المشاعر، بين المسلمين فديننا دين الاجتماع، لا دين الفرقة والاختلاف فالاختلاف لا يأتي بخير إذا كان الاختلاف في العقيدة فهذا لا شك أنه ممنوع ولا يجوز بحال من الأحوال لأن عقيدة المسلمين واحدة ودينهم واحد فلا مجال للاختلاف فلا مجال للاختلاف في عقيدتهم ومن خالف في العقيدة فهو إما كافر وإما ظال وإما فاسق أو عاصر على حسب مخالفته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النهر إلا واحد قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه أما الاختلاف في المسائل الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة لا شك أن مدارك العلماء تختلف والعلم الذي يعطاه كل واحد يختلف فقد يبلغ أحدهم ما لم يبلغ الآخر ولكن هذا الاختلاف لا يوجب عداوة ولا تباغب بل بدليل أن العلماء من عهد الصحابة بينهم اختلاف في المسائل الفقهية وما حصل بينهم تعادي ولا تقاطع أبدا فالخلاف الفقهي الذي سببه الاستنباط من الأدلة وكل يتيه الله من الفهم ما يشاء ولكن الواجب في الاختلاف الفقهي الأخذ بما يقوم عليه الدليل ويترجح بالدليل ومن لم يظهر له الدليل فإنه لا يلام إذا بقي على قول رآه وظهر له أما إذا تبين الدليل فلا يسع أحدا أن يخالفه قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالذي يبقى على قول يخالف الدليل وهو يعلم أنه مخالف هذا متبع لهواه هذا يكون متبعا لهواه أما الذي يبقى على قول يرى أنه حق ولم يظهر له ما يخالفه وهذا القول إنما هو في المسائل الفقهية فهذا يعدر لأنه لم يتبين له خلافه وهذا لا يوجب التعادي بين المسلمين التقاطع بين المسلمين لأن هدف الجميع هو الوصول إلى الحق فهذا هو التفصيل في الاختلاف وما كان منه محمودا وما كان منه مذموما والاختلاف الضار والاختلاف غير الضار وإلا فالاختلاف لا بد منه قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فالذين رحمهم الله لا يختلفون بينهم بمعنى أنهم وإن وإن اختلفوا في مسألة فقهية فإنهم لا يختلفون في جماعتهم وكلمتهم كلمتهم واحدة وجماعتهم واحدة أما الاختلاف الذي يؤدي إلى التفرقة والتعادي والتعصب هذا خلاف مذموم وهو اتباع الهواء والتعصب للأقوال والأشخاص هذا أمر محرم لأن دافعه الهواء وليس دافعه اتباع الدليل هذه مسألة لا بد من معرفتها وموقف المسلم من الاختلاف إن كان يعرف إن كان يعرف الدليل ويعرف الترجيح فإنه يأخذ ما ترجح وما قام عليه الدليل وإن كان لا يعرف ذلك فإنه يسأل أهل العلم يسأل من يثق بعلمه وبدينه ويأخذ بما يفتاه به قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا القيد إن كنتم لا تعلمون أما الذي يعلم فإنه يجب عليها أن يأخذ بما تبين دليله وما قامت حجته من الكتاب والسنة وفق الله الجميع لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد إن شاء الله لك نشكر لفضيلة نشكر لمعالي الشيخ هذه الكلمة الموجزة القيمة وحقيقة الأسئلة التي وردت إلينا خلال هذا الأشبوع وهذه الليلة كثيرة لعلى الوقت يتسع إن شاء الله لعرضها جميعها على معالي الشيخ نعم سألنا سائل الآن من الأنترنت عن طريق الأنترنت يقول من النرويج يقول نور الدين المغربي من النرويج يقول بعد السلام هناك بعض الدعاة يذكرون أن يرمون الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء فهل هذا صحيح ثابت عن الشيخ؟ الشيخ الألباني رحمه الله كغيره يخطي ويصير يخطي ويصير فإذا أخطى فيه مسألة فلا نحكم عليه بأنه مرجي أو أنه فلن نقول إنه أخطى في هذه المسألة نقول أخطى في هذه المسألة والعصمة لكتاب الله كل يخطي ويصير أحسن الله يقول السائل هناك من يقول من جهة الشيعة يقول للشيعة أعتقد أنكم أيها الشيعة قد قمتم بحقه على البيت أفضل من أهل السنة ويقول أيضا قد ظهر من أهل السنة من يكفر الشيعة هو أستطيع أن أجمع أخطى من كفركم فأكفرهم بها ويقول للشيعة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيها فهذه الأقوال صحيحة جزاكم الله خير نحن بيننا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيننا وبين الشيعة وبيننا وبين غيرهم من الفرق فنحن لا نتبع هواءنا نتبع أشخاصا معينين غير الرسول صلى الله عليه وسلم إنه هو القدوة التي أمرنا الله بالاقتداء بها قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله رسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فنحن ندعوهم وغيرهم من الفرق إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن حكم الكتاب والسنة أنه على الصواف وجب اتباعه لا اتباع الناس وإنما اتباع الكتاب والسنة هذا هو الواجب على المؤمنين وأما أننا نكفرهم وأنهم يستطيعون يجمعون مسائل يكفروننا بها فنحن لا نكفر إلا بدليل ونحن نرجعهم ونرجع غيرهم إلى كتبهم كتب الشيعة نفسهم وينظر في مقالاتهم ينظر في مقالاتهم المدونة عن أئمتهم فإن كانت مقالات كفرية يحكم عليهم بها وإن كانت غير كفرية فنبرأ إلى الله فالحكم بيننا وبينهم أولا كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما من جهة أقوالنا وأقوالهم فنحن نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله وكتبهم موجودة ومطبوعة وينشرونها ويوزعونها في العالم وهي مشحونة بأقوالهم وأقوال أئمتهم فيرى ما فيها ويحكم عليهم بمجبها أيضا يحكم عليهم بما ينطقون به وما يقولونه في حفلاتهم وفي تجمعاتهم أقوالهم التي يقولونها يحكم عليهم بمجبها نحن لا نتهم أحدا ولا نقول في أحد إلا بما يصدر منه هو وما هو موجود في كتبه التي يرجع إليها هذا هو الواجب معهم ومع غيرهم أما كلمة نجتمع فيما اتفقنا عليه إيش اتفقنا عليه العقيدة مختلفة إذا اختلفت العقيدة فماذا نجتمع عليه نعم إذا كان العقيدة سليمة وحصل بيننا اختلاف في غير العقيدة يمكن أما إذا كانت الخلاف في العقيدة فلا يمكن الاجتماع إلا أن المخطي يرجع إلى الصواب وينتزم بالعقيدة الصحيحة نعم أحسن الله إليكم يقول سؤال تعلمون ما يحصل الآن من الاختلاف بين الجماعات الموجودة عند آه السنة فما رأيكم في محاولة توحيد الصف مع تلك الجماعات مثل التبليغ الإخوان مع التنازل عن بعض الأشياء لكي يتحد الصف وأيضا ما فالطريقة للتعامل مع تلك الجماعات وجزاكم الله خير الجزاء الصف لا يمكن أن يتحد ولا يمكن أن نجتمع إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة فنقول تعالوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة فنسير عليه جميعا وننبذ المحدثات المحدثات والبدع والقرافات والمناهج المخالفة التي ابتكرها فلان أو علان ننبذ هذه الأمور نجعل من هجنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة فمن قبل فالحمد لله ومن لم يقبل فإنما إثمه على نفسه نعم يقول السائل يقولون إن دولة السعودية على مذهب الإمام أحمد بن حمل مع أني أرى أنها على منهجها للسنة والجماعة بفهم السلف الصالح أما هو الصوامة ومذهب الإمام أحمد ما هو على منهج السلف الصالح الإمام أحمد من أئمة السلف الصالح رحمه الله ورضي عنه فهو من الأئمة الأربعة من المحدثين ومن أئمة السلف الصالح ولا نقول إنه معصوم ولا يخطئ هو غيره كلهم يخطئ الإمام أبو حنيفة يخطئ الإمام الشافعي الإمام مالك كلهم يخطئون لأنهم غير معصومين ولكن خطأهم مغفور إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد على اجتهادهم فالإمام أحمد من أئمة أهل السنة ولكنه ليس بمعصوم فنأخذ ما وافق الدليل مع الإمام أحمد أو مع غيره والذي على مذهب أحمد هو على مذهب أهل السنة والجمع والذي على مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي هو على مذهب أهل السنة والجماعة والحمد لله ولهذا تسمى مذاهبهم مذاهب أهل السنة ويقال لهم أئمة أهل السنة نعم أحسن الله إليكم إذا دخل شخص لمجلس مريء بالناس فما هي السنة في السلام هل يصافح من في المجلس كلهم أم يكتفي بقول السلام عليكم ويجلس إن كان قادما من سفر فإنهم يصافحون سلام السفر سلام القدوم من السفر أما إذا كان موجود في البلد وليس قادما من سفر فيكفي إنه يسلم إذا دخل يسلم ويجلس نعم أحسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ إذا كان هناك خلاف في مسألة أو تفسير فهل لمستدل أن يسدل بالرأيين في موضعين مختلفين يا أخوان الله لم يكلنا إلى الاختلاف والآرى والاجتهادات الله أحالنا على كتابه والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسوله فنرد الاختلاف أو الخلاف نرده إلى الكتاب والسنة فإن كان فنأخذ بما وافق الدليل ونترك ما خالف الدليل ونجتمع على هذا وهكذا كان سلفنا الصالح كانوا يختلفون ولكن يرجعون إلى كتاب الله والسنة رسوله وينتهي خلافهم وينتهي نزاعهم نعم أحسن الله عليكم يقول ما حكم إدخال الصور للمسألة إذا كانت الصور في داخل مجلة أو كتاب يخفيها إذا كان يحتاج إلى إدخالها يخفيها يلفها بشيء يدخلها في جيبه إذا كان يحتاج إلى أخذها معك صورة البطاقة التي لا بد منها يحملها معه يخفيها يدخلها في جيبه يخفيها ما تكون ظاهرة ويحرص أن لا يدخل الصور في المسألة إلا عند الحاجة إلا عند الحاجة مع إخفائها وعدم ضرورها نعم أحسن الله عليكم فضيلة الشيخة أباكم الله قد وجد في هذا الزمان من يتعصب لأشخاص مع أن الحق خالفهم وأرجاء توجيه كيف ننصح أولئك الشباب جزاكم الله خيرا ننصحهم أنهم يتعلمون أولا فما تعصروا لحد إلا للجهل جهال فعليهم أن يتعلموا العلم النافع يتفقه في دين الله وسيتبين لهم الحق إن شاء الله نعم أما ما داموا جهالا ومتعالمين هذا لا يزيدهم إلا اختلافا ولا يزيدهم إلا نزاعا بينهم نعم أحسن الله عليكم يقول السائل ما رأي فضيتكم فيما يقوله بعض طلبة العلم للعامة لا تنشغلوا في أمور الخلافيات والجزئيات ولا تكثروا من السؤال عنها نقول اشتغلوا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله وليس هذا جزئيات هذا من أمور الدين هذا من أمور الدين مسائل 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 الطهارة مسائل العبادة مسائل المعاملات البيع والشراء مسائل المغاريف مسائل النكاح مسائل الطلاق هذه كلها مسائل الدين متكون من هذه المسائل الدين مجموعة هذه الأمور فإذا ضيعنا الجزئيات ضيعنا الكليات ضيعنا الدين فالواجب أننا نأخذ الدين كله ولا نأخذ بعضه ونترك بعضه نقول هذه جزئيات الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة السلم يعني الإسلام يدخلوا في الإسلام كافة يعني خذوه كله ولا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه حسب الاستطاع أما لو أن الإنسان ترك شيئا عجزا عنه فإنه يُعذر بالعجز أو بالجهل أما أنه يترك الشيء متعمدا ويقول هذا من الجزئيات هذا غلط كبير وهذا معناه أننا ما نتفقى في الدين معناه أننا نترك الفقه لأنه كله مسائل فتحية بداية من كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الإقرار كله مسائل فقهية علمية نحتاج إليها في عقيدتنا في عباداتنا في معاملاتنا في أوسرنا في جميع أمورنا فإذا تركنا الجزئيات كما يقولون تركنا ديننا وماذا يبقى معنا حين إذا؟ نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ يقول سأل إني أحبك في الله جل وعلا ما رأيكم في اختلاف المسلمين وضعفهم ومن المسؤول عنه هل هم بولاة الأمور أم نحن جميعا بارك الله فيكم ضعف المسلمين سببه المسلمون عموما سببه المسلمون لأنهم لم يأخذوا بما أمرهم الله به لم يأخذوا بما أمرهم الله به من التعاون والتناصح والاجتماع على دين الله واتفقوا في دين الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف نهي عن المنكر وإعداد القوة للجهاد في سبيل الله هم الذين هم الذين ضيعوا فضاعوا وحصل الضعف منع الجميع نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم مشاركة المرأة بالكتابة في المنتديات الدينية في الأنترنت مع أنه يكون في هذه المنتديات رجال وهل صوت المرأة عورة؟ السؤال عن الكتابة ولا عن الصوت؟ أول شيء الكتابة لا بأس من المرأة إذا كانت تعلم شيئا من أمور الدين ومن الأمور النافية أنها تكتب تكتب في مؤلف أو في نشراها أو في مقالة تكتب ما عندها من الخير لها ولأخواتها وللمسلمين فالدين دين الجميع دين الرجال والنساء والعلم للجميع للرجال وللنساء كان في السلف الأول فقهات ومحدثات من النساء ومعلمات للنساء ومفتيات يفتين بأمور الدين شيء معروف في دين الإسلام لأن الدين دين الجميع أما الصوت فإذا كانت شابها صوتها يفتن فإنها لا تظهر صوتها إذا كان فيه فتنة قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفة يتتكلم بحسب الحاجة وبصوت ليس فيه فتنة ليس فيه مزح ليس فيه ضحك ليس فيه مغازلة ليس فيه ممازحة وإنما تتكلم بحسب الحاجة فقط السؤال تسأل تجيب إذا سئلت بدون خضوع بالقول يطمع ذوي المرض في القلوب نعم يقول السائل إذا اختلفت الفتوى في بعض المسائل الفقهية عند طلبة العلم فيأخذ بفتوى من أنا بيّنت هذا لماذا تكررون هذا السؤال قلنا إن كان إنه من العلماء الذين يعرفون الترجيح بالأدلة فإنه يأخذ ما ترجح بالدليل أما إن كان من العوام أو من المبتدئين في طلب العلم فعليه أن يسأل أهل العلم ويسأل من يثق بدينه وعلمه ويأخذ بقوله قال تعالى فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما رأيكم في التعص بالمذهب من بعض الأشخاص في بعض المذاهب الأربعة وهل الشخص مخير في أخذ أحد هذه المذاهب أو يجب عليه اتباع أحد المذاهب وهل الشخص مخير هذا بيناه هذا بيناه وقلنا التعصب لا يجوز تعصب لا يجوز لقوله أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوأ إنه إلا وحي يوحى أما قول غيره من العلماء فله قدر واحترامه ولكن ينظر في دليله ينظر ما هو دليله فإذا كان له دليل من كتاب الله وسنة رسوله إنه يؤخذ به إذا لم يكن له دليل فإنه يترك ولو قاله فلان أو إذا خالف الدليل يترك ولو قاله فلان فلأئمة يوصون بهذا الإمام مالك يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي يقول إذا خالف قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط واخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يوصون بأن يوخذ بالدليل ولا توخذ أقوالهم مجرد أقوال حتى تعرض على الدليل نعم أحسن الله إليكم يقول السال في سؤاله يقول إحدى الجوامع التي يحضر فيها الموتى بعد جيز الميت يصلي عليه أكثر من جماعة هل يوجد فرق في الأجر بين من صلى عليه أولاً والجماعة الأخرى الذي لم يصلي على الميت يصلي عليه أما الذي سبق أن يصلى مع الجماعة الأولى فلا يكرر الصلاة عليه يصلي عليه مرة واحدة مع الجماعة الأولى مع الثانية مع الثالثة الذي لم يصلي عليه الصدق سواء في المسجد أو في المقبرة أو بعد الدفن صلي على القبر إذا فات ودفن الميت وهما صلى عليه صلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف نجمع بين قول ابن عباس رضي الله عنه الخلاف شر وبين ما روي على رسول الله سلم خلاف أمتي رحمة ليس هذا قول ابن عباس هذا قول ابن مسعود هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر يعني تفرق المراد بالخلاف هنا تفرق المسلمين تفرق المسلمين بحسب الآراء الاجتهابية فإذا كانت الفتوى في البلد على قول واحد من أقوال المجتهدين فإننا نأخذ بذلك لأجل الاجتماع ولا نختلف ما دام هذا القول لم يظهر أنه مخالف للدليل فإذا أخذ به العلماء في هذا البلد ويغسار عليهنا أخذ به لأجل جمع الكلمة لأنه اختلاف شر هذا معنى قول ابن مسعود وقاله بمناسبة هو أن عثمان رضي الله عنه كان يتم الصلاة في ميناء يرى إتمام الصلاة وكان يتم وكان الصحابة يصلون خلفه ومنهم ابن مسعود وبن مسعود لا يرى إتمام الصلاة لكن كان يصلي خلف عثمان ويتم خلفه فلما سئل قال يا ابن أخي الخلاف شر الاختلاف شر فهذا فيه دليل على أن المسلمين إذا كانوا يأخذون بأحد الأقوال الاجتهادية التي لم يتبين أنها مخالفة للدليل فإنه يمشي معهم ولا يخالفهم لأجل جمع الكلمة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما رأي فضيتكم بين ما يضرح بين الفينة والأخرى لمنع اختلاف القضاة في أحكامهم فيما يسمى تقنين الأحكام الشرعية هذه مسألة لها أهلها ولها ما تثار في مثل هذا الأحكام الشرعية ولله الحم المدونة في الكتب الموثوقة المحررة فهي مدونة وليست فيها مبوبة مفصلة في كتب ومسائل في كتب وأبواب ومسائل هي مفصلة ليست فيها حاجة إلى تقنين نعم يقول السائل ما حكم من ينتز مذهبا معين لا يخرج عنه إلا نادرا إن خرج لأنه يقول أنه أضبط لعباداته وأنه ليس أهلا للنظر في الأدلة العامي نعم العامي يتبع أحد المذاهب الأربعة يتبع أحد المذاهب الأربعة أو يتبع من يفتيه يتبع من يفتيه لأن مذهب العامي مذهب من يفتيه فإذا اختار من يثق بدينه وبعلمه وسأله فإنه يأخذ بقوله لأنه عامي ما يدري فهو يتبع ويقلد من أفتاه أما الإنسان الذي عنده بصيرة أو عنده علم فهو ما يسعه إلا أن يأخذ ما ترجح بالدليل نعم أحسن الله إليكم يقول كيف تستخير من كانت حائظا أو كان الوقت وقت نهي إذا طهرت تأجل الاستخارة إلى أن إلى أن تطهر وتغتسل ثم تصلي الاستخارة وتدعو الله عز وجل نعم حسن الله إليكم أو كان الوقت وقت نهي تصبر لما يروح وقت النهي الأمر سهل تنتظر لما يروح وقت النهي نعم أحسن الله إليكم ما يقول السيئل ما حكم الأناشيد الإسلامية التي أصبحت الآن مدعومها بعض الألحان التي تشبه لحن الأغاني هي بتشبه لحن الأغاني هي أغاني هي من الأغاني لا ليس في ديننا شيء سمى الأناشيد هذا عند الصوفية ما اللي عندهم الأناشيد يسمونها الذكر يسمونها الذكر ويسمونها بأسماء تراغب فيها وهي أغاني له لعب لا الإسلام ليس فيه أناشيد لكن فيه إنشاد الشعر المفيد الذي فيه شكام أو فيه مواعب أو فيه لغة لا بأس أن تستمع إلى من ينشد الشعر وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى من ينشد الشعر فالإنشاد غير الأناشيد الأناشيد تكون جماعية وتكون منغمة تكون بأصوات ناعمة فيها فتنة وأما الإنشاد فهو بصوت واحد ينشد ويكون السامع يستفيد من هذه القصيدة وهذه المنظومة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل يلزم التحديد من أهل البدع بذكر أسماء رموزهم أو لا إذا كان هنا من يروج لهم ويدعو لهم فيرد عليه ويبين أهذا الشيء وأن فلانا الذي تدعو إليه تثني عليه عنده كذا وكذا من الأخطاء من أجل لا يغتر الناس بهذا أما إذا كان ما لها ذكر ولا لها أحد يدعو لمذهبه فلا حاجة إلى الإثارة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما رأيك في من ينقم على الحاكم بسبب الأمور المالية فيقول بأننا في حاجة والدخل محدود والدولة بخير ولا ينال خيرها إلا من هم قريبون من الحاكم وحاشيتهم أما الضعفاء فليس لهم في الفضل الزائد من خيرات البلد الحاكم لا يجوز الكلام فيه إلا إذا خرج عن الإسلام إذا خرج وكفر حينئذ إذا كان بالمسلمين قوة فإنهم يستبدلونه بغيره أما ما دام إنه لم يخرج من الإسلام عند أخطاء ولا يجوز الكلام فيه ولا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من المفاسد الكثيرة سفك الدماء وتفرق الكلمة وتسلط الأعداء فهذا أمر أصل من أصول العقيدة ولو أنه عنده أثره النبي صلى الله عليه وسلم يقول سترون بعد أثره يقول للأنصار رضي الله عنه سترون بعد أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحور حتى تلقوني على الحور ما دامت الأمور أمور دنيوية الحمد لله الأمر سهل هذه الأمور دنيوية ما فيها شيء نعم وكل عليه حسابه كل عليه حسابه كل مسؤول عن عمله نعم أحسن الله إليكم نفس السائل يقول يا شيخنا أرغب في السفر إلى بلاد الغرب للسياحة لمدة قصيرة بالضغم من ابتعادي عن نماكن محرمة والاستمتاع بالطبيعة والأجواء وممن الله عليه من نعم مباحة فهل أنا على إثم ذلك نعم أذا لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل السياحة والنزهة لأن المضرها أكثر لأن المضرها فيها أكثر إنما يجوز السفر إلى بلاد الكفار في أحوال محدودة كالسفر للتجارة ثم يرجع السفر للعلاج ثم يرجع السفر لتعلم تخصص لا يوجد في بلاد المسلمين والمسلمين بحاجة إليه ثم يرجع السفر للدعوة إلى الله عز وجل هذه أغراض صحيحة يسافر من أجلها مع التمسك مع التمسك بالدين والابتعاد عن مواطن الفتن أما واحد يسافر للنزهة إلى بلاد الكفار فالسفر إلى بلاد الكفار الأصل فيه التحريم الأصل فيه التحريم لما فيه من الفتنة والشر ولو قلت أني أنا أبضبط نفسي أنت أنت إنسان بشر إنسان لا تؤمن عليه الفتنة ما دام حياً لا تؤمن عليه الفتنة ولا تزكي نفسك تقول أنا ما يمكن أن يأم فتن لا يا أخي لا تعرض نفسك للفتن نعم أحسن الله إليكم يقول السائل في سؤاله اختلاف الثلاث وسبعين فرقة من هذه الأمة هل هو اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد وهل هم موجودون اليوم في بلدان المسلمين وهل جماعة التبليغ والإخوان مثلا من هذه الثلاث وسبعين فرقة أم لا اختلاف الثلاث وسبعين اختلاف تضاد وليس اختلاف التنوع اختلاف التنوع هو الاختلاف الاجتهادي في مسألة من المسائل الثقهية هذا اختلاف تنوع كل واحد أخذ باحتمال الدليل محتمل الدليل محتمل الآية محتملة الحديث محتمل وكل واحد أخذ باحتمال من الدليل هذا تنوع أما إذا أخذوا بأقوال مخالفة للأدلة فهذا اختلاف تضاد واختلاف الثلاث والسبعين فرقة هذا من اختلاف التضاد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار لو كان اختلاف تنوع ما قال كلها في النار فالمسلمون بينهم اختلاف تنوع الفقهاء الأربعة الأئمة الأربعة بينهم اختلاف تنوع هل نقول إنهم في النار حاشا وكل ففي فرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد وما في حاجة أن ننكرر نقول التبليغ أو غيره نقول بيننا وبينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله فمن كان موافقا للكتاب والسنة نكون معه ومن كان مخالفا فإننا نرفضه ليس لنا منهجنا إلا ما عليه الصحابة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هذا منهجنا وهذا طريقنا فمن جاء معنا فعلى الرحب والسعب ومن رضي له منهجا آخر فله ما أراد وحسابه على الله نعم أحسن الله إليكم يقول السائل نحبك في الله يا شيخ وما الحكمة في عادي ركعات الصلاة المقروضة الفجر الظهر أربع العصر أربع المغرب ثلاث والعيشة أربع جزاكم الله الحكمة أنك تطيع الله عز وجل ولا تسأل لماذا العصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ثنتين هذا ما له داعي هذا السؤال ما هو بلازم تعرف الحكمة في كل شيء هناك أحكام لم يظهر لنا الحكمة فيها فنحن نؤمن بها ولو لم نعرف الحكمة نؤمن بها ونعملها ولو لم نعرف الحكمة العمل ليس متوقفا على معرفة الحكمة بل العمل متوقف على الدليل إذا صح الدليل وجب علينا اتباع سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها نعم أحسن الله إليكم يقول السائل في قريتنا أحد الأئمة يصلي العيد بخطبة واحدة ويقول هي السنة هل هو على صواب جزاكم الله خيرا هذا لا يعرف السنة هذا لا يعرف السنة السنة في العيد خطبتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما الاستسقى نعم في خطبة واحدة أما الجمعة والعيد ففيهما خطبتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم يقول السال في سؤاله هل يجوز لأخه أن يهجر أخته لمدة طويلة إذا كانت غير مستقيمة وظروفه الصحية لا تسمع له بجدالها وتحمل أذاها إذا كان عندها مخالفات دينية ونصحها ولم تقبل وفي هجرها ردع لها في هجرها مصلحة وهي أن ترتدع وتتوب فالهجر نشروح أما إذا كان هجرها لا يزيدها إلا شرا فلا يهجرها ولكن يواصل النصيحة معها لعل الله أن يهديها أحسن الله إليكم السؤال يقول ما رأيكم في من يقول نخرج من الخلاف دائما ما ندريش هالكلام هذا نخرج من الخلاف يعني نحتاط كما يقول الفقهاء خروجا من الخلاف نعم الاحتياط مطلوب الاحتياط مطلوب وهو أن تأخذ بالقول الأحوط هذا مطلوب نعم أحسن الله إليكم يقول السؤال في سؤاله ما معنى لا يسترقون في حديث السبعين ألف الذين يدخلون للجنة بغير حساب يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم بل يستغنون بالله عزيزي لأن هذا من السؤال طلب الرقية من السؤال والأفضل أنك ما تسأل الناس شيئا والرقية الحمد لله أنت تستطيع أنك ترقي نفسك استطيع أنك ترقي نفسك بالفاتحة بالسورة الإخلاص والمعوذتين والأدعية أنت تستطيع هذا ما أنت بحاجة إلى الناس لكن لو سألت الرقية هذا جائز لكن الأولى الأولى أنك ما تقل هذا هو الأولى لا تفهموا أن طلب الرقية محرم لا جائز لكن تركه استغناءا عن الناس أحسن نعم أحسن الله إليكم يقول السؤال النفس السائلة تقول امرأة ذهبت إلى محافرة ملهم وهي تبعد عن رياض حوالي خمسين كيلو وقامت بالجمع والتقديم من إصرات المغرب والعشاء فما رأي سماحتكم خمسين كيلو لا ما هو مسافة هذه في حكم الحاضر في البلد هذه من تكون من ضواحي البلد مسافة القصر أقلها ثمانين كيلو ما كان دونها فليس بمسافة قصر فعليها أنها تعيد الصلوات التي صلتها نعم لأنها غير مسافرة أحسن الله إليكم يقول في وقت الحالي نجد لفظة إسلامي دخل في كثير من الأمور فما الضابط في ذلك؟ من الأمثلة يقولون جوال إسلامي لبس إسلامي نشيد إسلامي فيلم إسلامي وهكذا الموافق ما وافق الأحكام الشرعية ما وافق الحكم الشرعي وافق حكم الإسلام فهو إسلامي وما خالف الحكم الشرعي الإسلامي فهو غير إسلامي وإن سمي إسلاميا نعم أحسن الله إليكم امرأة حجت وفي يوم عرفة استخدمت مزيلا للعرق معطر جاهلة بالحكم فماذا تفعل؟ إذا كانت جاهلة بالحكم فليس عليها شيء لكن المرة الثانية لا تستعمل نعم ما حكم تصوير الأطفال بالفيديو بحجة أنهم صغار وكي يتذكروا مواقفهم بعد أن يكبروا تصوير حرام للصغار والقبار لوات الأرواح حرام تصويرها قال صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون تصوير حرام لذوات الأرواح الصغار والكبار وإنما يستثنى ما كان للضرورة تصوير الضروري كالبطاقة الشخصية وجواز السفر هذا أصبح ضرورة والله جل وعلا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قررتم إليه هذا من باب الضرورة أما ليصور للذكريات أو يصور لمحبة الصور والفنون هذا حرام وهذا فيه العذاب وفيه اللعنة وفيه الغضب من الله عز وجل وفيه أنواع من الوعيد نعم أحسن عليكم ما صحة حديث من مات يوم الجمعة ومن نعنام القبر ما أدري ما أعرف ما أدري عنه نعم 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 يقول السائل ما قول فضيلتكم بأن وضع اليدين على الصدر بعد طفع من الرفوع بدعة كما قاله بعض أهل العلم البدعة هذا القول هذا هو البدعة أما قبض اليدين في حالة القيام سواء قبل الرفوع أو بعد الرفوع فهذا هو السنة السنة قبض اليدين على الصدر في حالة القيام في الصلاة قبل الركوع أو بعد الركوع من اللي يفرق بين ما قبل الركوع واللي ما بعد ماذا الدليل على هذا نعم أحسن الله إليكم نقول نسمع كثيرا أن الاختلاف رحمة هو أن الاختلاف الفقهة تخفيف فكيف نجمع بينهما وبين قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك جزاكم الله الاختلاف رحمة هذا كلام كلام للناس ما هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روي مرفوع إلى الرسول لكنه غير صحيح والاختلاف ليس به رحمة فلفيه عذاب ولهذا قال ابن مسعود يا ابن أخي الخلاف شر الخلاف لكن يسوغ للإنسان أن يأخذ بالقول الذي لم يظهر له مخالفته للدليل وإذا كان عاميا يأخذ بفتوى من أفتاه يجوز هذا أما أنه يقول الخلاف رحمه يأخذ ما يشتهي وما تميل إليه نفسه هذا ليس رحمه نعم أحسن الله إليكم يقول السائل فضيلة الشيخ الاختلاف هو في كشف وجه المرأة هل يعد من اختلاف المذموم نعم الاختلاف في كشف وجه المرأة هذا موجود لكن عند الاختلاف نرجع للدليل والدليل يقول إن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجاء هذا الدليل من الكتاب والسنة ولا يسعى أحد في خالف الدليل لقوله هلان أو اجتهاد هلان فما دام اتضح الدليل أنه مع من يوجب على المرأة أن تستر وجهها فلا يجوز لأحد أن يقول المسألة فيها خلاف فيها خلاف لكن الدليل مع من؟ إنما ننكر الخلاف لكن نقول الدليل مع من؟ مع أي القولين فمن كان معه الدليل أخذنا به نعم وحسن الله إليكم يقول ما حكم غيبة المبتدع الذي بدعته دون الكفر وبدعته ظاهرة ويدعو إليها البدعة على أقسام منها بدعة مكفرة مثل دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم هذه بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة لكنها مفسقة مثل البناء على القبور إذا لم يدعوها ولم يعبدها ولكن بنى عليها هذه فسك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور الذي يفعل هذا يعتبر فاسقاً أما إن دعاها فإنه يعتبر كافراً مشركاً أو استغاث بها وهناك بدعة أقل من ذلك وهي معصية معصية من المعاصي وهي المخالفة للدليل إحداث قول ليس عليه دليل لكن لم يصل إلى حد الكهر أو حد وسائل الشرك هذا يعتبر معصية من المعاصي محرم ومنهي عنه ويجر إلى البدعة الغليظة ويدعو إلى الكهر لأن مخالفة السنة شر تدعو إلى شر نعم أحسن الله إليكم يقول السائل شخص بعد بلوغه استمر أكثر من سنتين وهو يصلي بدون أن يغتسل من الجنابة وهو لا يدري هل هو كان جاهلاً بالحكم أو متساهل أو غير مبالي فماذا يصنع الآن في ممضى هل يعيد الصلاوات تلك السنين وكيف تتم إعادتها يعيش بين المسلمين ولا يدري أن الاغتسال واجب هذا مهمل هو اللي مهمل فعليه أنه يعيد الصلاوات لأنه مهمل يعيش بين المسلمين يصلي بالاغتسال ويقول أنه جاهل الجاهل يسأل الجاهل يشوف الناس يسمع نعم أحسن الله إليكم يعني يعيد الصلاوات نعم يعيد الصلاوات لأنه لا عذر له ما سأل ولا سمع يعني ما يمكن أنه يسمع إن كنتم جنوبا فاتطهروا ما يسمع الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمر السمع حديث أن الرسول أمر بالاغتسال من الجناب وهو يعيش مع المسلمين هذا مهمل نعم أحسن الله إليكم يقول ما رأيكم في من يقول أنا أجتهد كما يجتهد العالم الفلاني وأتبع ما اهتديت له بالنظر في الدليل وإذا أخطأت فغير ألف مجلدات في التراجع إن شاء الله الله كريم إذا وصل إلى هالمرتبة صار مثل الإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك نحن نفرح بهذا أو بحنيفة أما أنه جاهل مركب ويقول أن أجتهد مثل ما يجتهد الآئمة فهذا من الغرور والعياذ بالله نعم يقول السائل ما هو واجبنا تجاه المنكرات التي نرى بحيث أجدها واجبكم مثل ما في الحديث من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان نعم وما العلاج للقلب الذي لا يجل الذة في الصلاة والدعاء والذكر وغير ذلك هما العلاج للقلب الخاسي العلاج استحوار عظمة الله وقطع الشواغل عند الصلاة ما يدخل فيها وهو مشوش البال قطع الشواغل والصلاة مع الجماعة أيضا هذه تسبب الخشوع والإنصاة للقرآن وهو يتلى كل هذه تسبب الخشوع بإذن الله ولا ييأس الإنسان الإنسان لا ييأس من أن من أنه يخشع في المستقبل ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبه فالإنسان لا يقنط وعليه أنه يحرص على مسببات الخشوع نعم أحسن الله يليكم يقول السائل ما رأيكم في الخروج مع جماعة التبليغ التي في السعودية كم جماعة التبليغ شاغلتكم كلها الأسئلة عنها يا أخي خلك مع أهل السنة خلك مع خلك مع اللي تعرف من بلدك من أهل الخير صل في المسجد واجلس في حلق الذكر واشتغل بشغلك واترك عنك الخروج مع فلان وعن لا خلك في المسجد في بيتك في عملك وطلب العلم وهذا الواجب عليك نعم أحسن الله يليكم يقول السائل أو السائلة تقول هل يجوز الحائط أن تدخل المسجد لحضور محاضرة نسائية أو نحو من أو غير ذلك لأجل العلم هل إيش؟ هل يجوز الحائط أن تدخل المسجد؟ لا الحائط لحضور المحاضرات ولا المحاضرات الحائط لا تدخل المسجد تكون خارج المسجد إما في سيارة أو عند باب المسجد أما الدخول ما يجوز للحائط أن تدخل في المسجد وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلنا المصلة بصلاة العيد كيف بالمساجد فلا تدخل المسجد ولا لمحاضرة ولا واليوم الحمد لله تسجيل موجود تسجيل موجود إجاب له شريط وتسمع المحاضرة أو الدرس وتستفيد منها نعم شكرا